غضب كبير بشارع لبناني بعد تصريحات وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال شربل وهبي شربل وخلال لقاء له على قناة الحرة الأمريكية اتهم دول الخليج بصناع الداعش خلونا نشوف الفيديو بعد في مرحلة تانية يجوك الدواعش يلي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداءة والأخوة أمريكي عن دول الخليج؟ ما بدي يسمي دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية زرعوا لنا إياها بسهل نينوة وبالأنبار وبتدمر بتمويل منهم؟ بتمويل مني أنا لكن؟ رئيس الوزراء اللبناني السابق فعد الحريري أصدر بيانه رد فيه على شربل وهبي وقال أنه الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية أيضا سياسي لبناني نهاد المشنوق غرد على حسابه بتيتر وقال شربل وهبي وزير الغباء الخارجي لن نسمح لهذا العهد أن يقضي على لبنان تصريح وزيره لا يمثل لبنان صحفي اللبناني محمد الحاجي كمان كتب على حسابه بفيسبوك وقال وزير خارجية لبنان يتهم دول الخليج علانية بصناعة داعش تصريح غير مسؤول من وزير يفترض أن يقود بدبلوماسية ميشيل عون رواد مواقع التواصل الاجتماعي أطلق حملة بعنوان شرب الوهبي لا يمثل مثل هاني كبارة اللي كتب بعض التصريحات الأخيرة لوزير خارجية حزب إيران وطالب نقابة المحامين بالإدعاء عليه ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمة وتجريده من أي صفة تمثيلية تخوله الكلام باسم اللبنانيين أما توني أبنجين فعلق كيف يمكن إقالة وزير بحكومة مستقيلة؟ من ينقذ اللبنانيين من شرب الوهبي؟ تعليق من ساعد بيقول أتمنى من 300 ألف مقيم لبناني بالسعودية أن يكون لهم موقف واضح وصريح من وزير خارجي تونس شرب الوهبي سواء بالتصريح أو إصدار بيان باسم الجالية اللبنانية ووضح رأيهم بالتصريح وزير الخارجية اللبناني يجب أن يكون للمواطن اللبناني موقف وتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عروبة لبنان أما عبد الرحمن غير دؤال نصيحة لبعض الوزراء في دولة ما قبل اللقاءات التلفزيونية لا تكثر من شرب الرمان خصوصا إذا كان من الضحية